يا أيها المدر المسافر في الثلك هل لي بأن أرقى إليك من أسألك الذي أدرك أجمل سورة وحباك أجمرا في الفراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا عن الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل حديث عظيم يمثل قاعدة يحتاجها كل إنسان اليوم هذه القاعدة فيها راحة طمأنينة فيها انتهاء وذهاب كثير من المشكلات والمنازعات والقطيعة التي تحصل اليوم هذه المشكلات سببها عدم التزامنا بهذه الوصية العظيمة والقاعدة الجليلة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا لا تغضب لا تغضب وثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب ولك الجنة هذه القاعدة العظيمة لا تغضب هي راحة للإنسان وانتهاء لكثير من المشكلات التي تحصل اليوم سواء كان في البيوت بين الأسر بين الأرحام والأقارب بين الجيران والأصحاب في الشوارع في الطرقات في أماكن العمل لو التزمنا هذه الوصية لانتهت هذه المشكلة لأن الغضب هو شرارة أي مشكلة أو غالب المشاكل اليوم أساسها شرارتها الأولى هو أن الإنسان غضبان فتجد كثير من حالات الفراق والطلاق بين الزوجين سببه الغضب كلمة من الرجل كلمة من المرأة أو العكس ثم بعدك يتطور الأمر إلى أن يكون شجارا إلى أن يكون قطيعة إلى أن يكون طلاق وفراق بين الزوجين وأحدث بعد ذلك عن الإشكاليات والقضايا أو يلجأ بعضهم أو بعض الأطراف إلى أيضا المحاكم كثير اليوم من المنازعات أو يعني الخلاف الذي يقع في أسواقنا في طرقاتنا شرارته الأولى الغضب ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهذا الرجل قد انتفقت أوداجه يعني احمر وجهه بسبب الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد هذه الكلمة لو التزمها وقالها هذا الإنسان لذهب عنه ذلك الغضب أو ثورة الشيطان لأن الغضب من تعارفه أنه ثورة للشيطان يجعلها الإنسان أو يجعلها الشيطان في قلب الإنسان لأجل أن يثير الخلاف لأجل أن يثير القطيعة لأجل أن يرى الناس متقاطعين وغاية ما يفرح الشيطان أنه يرى الناس متقاطعين متدابرين بينهم الخلاف والنزاع والخصومة قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ما هي هذه الكلمة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال طبعا الرجل رأى من نفسه وبسبب ثورة الغضب ما قال هذه الكلمة وقال أنا لست بمجنون يظن أن الذي يقول هذه الكلمة هو المجنون بل بالعكس عين العقل وعين الصواب أنك تستعيذ بالله تعالى عند وجود ثورة الغضب أو عند وجود الإشكال أن تستعيذ بالله ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك يا رب من الشيطان الرجيم لأن الشيطان هو الذي يثير هذا النزاع هو الذي يثير ثورة الغضب وشرارة الغضب ونارها في قلب الإنسان لذلك لما يستعيذ الإنسان بالعظيم يستعيذ بالكبير يستعيذ بالجليل وهو الله جل وعلا الله يذهب عنه ثورة ذلك الغضب ويهدأ ويطمئن ويرتح قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد وهنا نعلم مشاهدي الكرام أن أول علاجات الغضب إذا ما وجد الإنسان نفسه غضبان أو زعلان من موقف معين أو حصل خلاف أو ارتفعت الأصوات أيا كان ذلك المكان في البيت في الأسرة وهذا مهم جدا يتعلمه الأزواج والزوجات أنه في حال وجود الخلاف حتى لا يزداد استعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم استعيذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى يعين الإنسان يعيذ الإنسان من ذلك الشيطان الذي يثير الغضب يثير الحماسة لأجل الخلاف والقطيعة و يحاول أن يسعى في الخلاف بين الناس خاصة بين الزوجين إذن أول علاج من علاجات الغضب هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثاني علاج من علاجات الغضب أن الإنسان يغير هيئته بمعنى أنه إذا كان قائما فليجلس دائما كان الإنسان قائم يتكلم و ممكن يرفع صوته و ممكن يسبه و ممكن يشتم و ممكن يخطع على الطرف الآخر لكن لو جلس تغيرت الحال وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الغضب و هي من وصيته لما قال لا تغضب طيب لو غضب الإنسان ماذا يفعل أولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثانيا أنه إذا كان قائما يجلس و إذا كان جالسا فليتجع و سبحان الله الله يغير هيئة الإنسان و حال الإنسان من حال الغضب إلى حال الطمأنينة و الراحة من حال الزعل أو الغضب الموجود إلى فرح و سرور لكن قد يكون بالتدريج أيضا من وسائل تغيير من وسائل ذهاب الغضب أن الإنسان يغير المكان الذي هو فيه و هذا خاصة اليوم بين الأزواج كلمة من الزوج كلمة من الزوجة قد يصل الأمر إلى مد الأيدي و هذا يحصل فيه أمر لا يرضاه الله تعالى و لا يحبه و هو الخلاف لأن الله تعالى يحب الصلحة و الإصلاح بين الزوجين و لما يأتي الشيطان و يجتمع بزبانيته و شياطينه في آخر اليوم يقول ماذا فعلت أنت و ماذا فعلت أنت و ماذا فعلت أنت كل واحد يقول أن تركت فلان مثلا يشرب الخمر فلان يزني فلان يأكل الريبة حتى يقول أنا فرقت بين الزوج و زوجته يقول أنت أنت فيأتيه و يدنيه و يجلسه بجانبه أنت أنت يعني أنت الذي فعلت الأمر الذي لم يستطع كل هؤلاء أن يفعلوه الأمر الذي فرق بين الزوجين ذلك لا بد أن نعلم علم اليقين إخواني أخواتي الكرام أن الشيطان له دور جدا في الفرقة و الخلاف و الاختلاف خاصة بين الزوجين و الأرحام و الأقارب يسعى و يفرح بالفرقة و الله تعالى أمرنا بالاجتماع قال و أن يصلحا بينهما بين الزوجين و أن يصلحا بينهما سلحا و السلح خير و قال الله تعالى و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إذن نحتاج إلى أن يضبط الإنسان انفعالاته إذا غضب و هذا قد يكون من أولاده من زوجته من أهله في طريق شارع استعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاول أن تغير الهيئة التي كنت عليها إذا كنت قائما اجلس و إذا كنت جالسا اتجع أو أخرج من ذلك المكان و هذا يكون غالبا بين الزوجين حاول تطلع من البيت ذهب إلى زيارة صديق أو إلى يعني تبضع من مكان معين تشتري حاجة معينة ثم أدل البيت تهدأ ثورة الغضب نتذكر هذه القاعدة العظيمة التي فيها الراحة فيها انتهاء لكثير من مشكلاتنا اليوم لا تغضب و ردد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا تغضب و لك الجنة إلى أنقاكم في حلقة جديدة استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة